بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابة أجمعين وعلى الداعين بدعوة إلى يوم الدين مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون إلى حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج نتكلم فيه عن فقه القرآن والحياة وفقه السنة والحياة سنتكلم اليوم عن صفحة واحدة في كتاب الله في آخر صورة الشورى أنا أسميها ورقة دستورية لأنها رتبت الحياة رتبت الحياة سواء كانت حياة جماعية حياة فردية حياة أسرية رتبت العلاقات علاقتك بالله علاقتك بالحياة علاقتك بالمال علاقتك مع الظلم والظالمين فجاءت لنا بخلاصة في الحقيقة خلاصة دستورية هذه الورقة الدستورية الخلاصية في هذه الصورة فما أتيتم من شيء فمتاو الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى هذه الحقيقة الولاد حقيقة من حقائق للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكروا فكل هذه الحياة الدنيا هي شيء يسير جدا بالنسبة للآخرة لأنها الحياة الحقيقية ولذلك من قواعد المقاصد أن هذه الدنيا موضوعة للآخرة وأن مقاصد الآخرة مقدمة على مقاصد الدنيا وإذا تعارضت مقاصد الآخرة مع مقاصد الدنيا ألغيت لاحظ فما أتيتم من شيء فمتاو الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى لذين آمنوا بدأ بالمصفوفة الدستورية الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون هاتان صفتان عظيمتان الإيمان والتوكل عليه عز وجل وتفويض الأمور إليه ثانيا المنظومة المنظومة القيمية منظومة القيم في هذا الوقت فهنا منظومة من القيم ومنظومة الآثام والجرائم والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش فهذه الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش توضح وتنظم تنظيما دقيقا كيفية التعامل مع هذا الباب وهو باب الكبائر باب الأخلاقي باب الفواحشي لذلك المسلم يجب على أن يجتنب اجتنابا تاما الكبائر والكبائر كل كبائر ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام من السبع المبقات وكل ما فيها لعن أو جهنم أو نهي شديد فهي من الكبائر وقد عدها حاول كثير من العلماء نجمع لها ضوابط فعدها الذهبي في كتابه وعدها ابن حجر الهيتبي كذلك في كتابه ومن العلماء من قاله مخفية لعلة من العلة لأن الله سبحانه وتعالى أخفى عن الناس الصلاة الوسطى والمقتضي من الذنوب صفطة مقتضي من الذنوب صفطة يعني هذه الكبائر لماذا أخفاه الله سبحانه وتعالى ليكون الإنسان على حذر دائم هل هذه كبيرة أمش كبيرة إذا عرفت أنها كبيرة سيجتنبوها لكن أنا لا أدري هل هي كبيرة أم لا إذن علي أن اجتنب احتياطا فلذلك أخفى سبحانه وتعالى هذه الكبائر والذين يجتنبوا لكبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبهم يغفرون والذين استجابوا لربهم وقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ما رزقناهم ينفقون والذين استجابوا لربهم في شريعته بتسليم والرضا وهذه من الأعمال القلبية الحقيقة الرضا بما أمر الله عز وجل وبما فضاء عز وجل وبما حكم التسليم والرضا والاستجابة بمجرد أن تسمع الأمر والنهي في نصوص الكتاب والسنة أن تستجيب والذين استجابوا لربهم ثم بين الخصلة الفردية التي تميز المسلم عن غيره فقال بالنسبة للعبادات المحضة فقال سبحانه تعالى الذين استجابوا لربهم أقاموا الصلاة لاحظ الانتقال من المسجد إلى سدة الحكم وأمرهم شورى بينهم لاحظ الانتقال من سدة الحكم إلى الجانب المالي ومما رزقناه من فقه ففي آية واحدة جمع الإيمان الذين استجابوا لربهم هذا إيمان إثنان الإيمان الظاهر والإسلام وأقاموا الصلاة ثالثا التنظيم السياسي الحياة الاجتماعي الأسري وأمرهم شورى بينهم انتقال أخرى إلى التنظيم الاقتصادي ومما رزقناهم ينفقون هناك تكافل داخل المجتمع هناك شورى داخل المجتمع هناك صلاة هناك إيمان واستجابة لله هناك تجنب للكبائر تصور مجتمع ما فيش كبائر تصور مجتمع يتوكل عن ربه تصور يستجيب لربه تصور مجتمع الصلاة ظاهرة فيه تصور الشورى موجودة تصور الزكوات والإنفاق موجود تصور التكافل الاجتماعي موجود تصور الشورى والوضع السياسي في البلاد هذا تنظيم هذه ورقة دستورية في الحقيقة للحياة للحياة الفردية وللحياة الجماعية وللدولة في حالة العدوان بقية أن يبين لنا سبحانه وتعالى من ضمن الورقة الدستورية يمكن أن يعتدى عليك فكيف تصنع فقال وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمْ وَالْبَغِيُهُمْ يَنْتَصِرُونَ الملاحظ هنا أنه فتح ملفين ملف الرد والانتصار وجعله رقم واحد وهو مقدم على غيره ثم ثنى فتح ملف آخر قل يمكن في حلول أخرى لكن هذه الحلول لها شروط وهي أن تكون في حالة المقدرة لا من ضعف فلذلك قال سبحانه وتعالى وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمْ وَالْبَغِيُّهُمْ يَنْتَصِرُونَ يعني أن من صفات أهل الإيمان الانتصار من البغاء والانتصار من الظالم وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمْ وَالْبَغِيُّهُمْ يَنْتَصِرُونَ ليس من صفات المؤمنين الاستكانة والخموع الظل وعلّل ذلك فقالوا جزاء سيئة سيئة مثلها يعني عمل لك سيئة ترد سيئة السلام يحمي الإسلام يربي على القوة الإسلام يربي على الشجاعة الإسلام يربي على رد كبح العدوان ورد وكبح زمامه وشروطه ثم بعد ذلك وجزاء سيئة سيئة مثلها الضرب فمن عفى وأصلح فأجروا على الله ومرّة ثانية قال إنه لا يحب الظالمين ورجع للملف السابق ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل يعني حتى الملف السابق فتحوا مرة أخرى وقدمهم ثم بعد ذلك خطوة أخرى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ففي الحقيقة ولذلك قال بعض الفقهاء لا يجوز التسامح مع الظالم لا يجوز مسامحة يقول يظلمك يهدم ينهبك يقتنك يشردك ثم تقول عفى الله عنك التسامح مع الظالم لا يجوز وبعضهم قال لا نأخذ الملف الآخر فالشريعة فتحت ملفين ملف الرد والردع وكسر العظم ولملف الآخر ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور والظاهر أن لكل ملف وقت وقتا وله ميزانه وله فقه وله إسقاطاته في الحياة فلا هذا يأتي محل هذا ولهذا يطغى على هذا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى الله وصحبه أجمعين وإلى لقاء آخر اشتركوا في القناة